ومن خالد الدراجي التحفة السيستانية إلى تحفة أخرى إلى تحفة أنتيكة أخرى فخالد الدراجي في جديدة الشط أما هذه التحفة فهي في سعدية الشط هذه المناطق معروفة من مناطق الخالص في محافظة إديالة التحفة الأنتيكة عزيز الموسوي هذا إمام جمعة خالد الدراجي في جديدة الشط يلقي أحاديثه في مزار محمد بن الكاظم وأما عزيز الموسوي فإنه يقيم صلاة الجمعة ويلقي خطبه في مزار أيضا في مزار محمد بن الحسن إنها خطبة صلاة الجمعة 22 شعبان الذي يكون موافقا لخمسة وعشرين ثلاثة الفين واثنين وعشرين ميلادي استمعوا إلى عزيز الموسوي وهو يفيض علينا بحديث يحفظه وقد كتبه أيضا في الأهراق لا ندري من أين جاء به ما هو هذا الحديث المرجعية نور يقذفه الله في قلب من يشاء منين جبت من صحيح إنهي أمو اللبن من جامع الأحاديث لخيرية أمو الطرشي منين جبت هذا الحديث يا أيها الكذاب من أين جئتنا بهذا الحديث المرجعية نور يقذفه الله في قلب من يشاء ويقول لهم ويقول لهم هل هم طايا القاعدين يقول لهم روحوا أقروا أقروا هذا الحديث وين يقرونه وين يقرونه وين يقرونه بيامك زيان هذا من هالصفحة من السلم شيعة تديالة وهذا من صفحة ثانية وأكو ثالث ورابع صدقوني أصحاب العمائم همو همو في البصرة في الناصرية في العمارة في السماوة في كل المدن الشعية العراقية همو همو إنهم حمير 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 معلوماتهم ليست صحيحة يكذبون عليكم لا يفقهون شيئا هذا واقع جميع المعممين وقد عرضت لكم في هذه الحلقات أنثلة كثيرة من أساتذة المراجع إلى هؤلاء الثولان اعرضوا لنا الفيديو رجعا هناك نيابة خاصة نيابة خاصة للشبراء ونيابة عامل المراجع الذين اختارهم الله ولهذا الحديث الشريف المرجعية نورا يقذفه الله في قلب من يشاء شوش قدرت لحديث إذن لو تقرأ يمكن تجده يمكن شوي بصعوبة أعيدوا بث الفيديو هناك نيابة خاصة نيابة خاصة للشبراء ونيابة عامل المراجع الذين اختارهم الله ولهذا الحديث الشريف المرجعية نورا يقذفه الله في قلب من يشاء شوش قدرت لحديث إذن لو تقرأ يمكن تجده يمكن شوي بصعوبة ولكدما أخصص كلمة المرجعية لا وجود لها لا في القرآن ولا في الأحاديث لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة كلمة المرجعية لا وجود لها هذه كلمة نحتت نحتا نحتها علماء الشيعة أخذوها واشتقوها واشتقوها من التوقيع الشريف من توقيع إسحاق بن عقوب وهذا التوقيع سيستانيك لا يعتقد به سأقرأ عليك من كتاب السيستاني يعني أن المصدر الذي نحتت منه كلمة المرجعية السيستاني نفسه لا يعتقد به هذا كتاب السيستاني الاجتهاد والتقليد والاحتياط إنه المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة الرابعة والثماني يتحدث عن التوقيع الشريف الذي جاء فيه في هذا التوقيع إنني أقرأ النص عليكم من مصدره هذا هو المصدر الأصل للنص الجزء الثاني من كمال الدين للصدق إنها طبعة نفسها هذا هو النص وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا علماء الشيعة اشتقوا المرجعية من هذه الجملة فارجعوا فيها فلا توجد كلمة المرجعية لا في آيات القرآن ولا في الأحاديث لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة والسيستاني بخصوص هذا التوقيع ماذا يقول يقول فظهر أن التوقيع مخدوش سندا مخدوش سندا أي أنه سنده ضعيف وغير قابل للاستدلال به ولا يستدل به فأصل مصطلح المرجعية التوقيع الشريف أسيستاني يرفضه هذا كلام أسيستاني فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به يضحكون عليكم وهؤلاء حمير لا يعرفون هذه المعلومات حمير هؤلاء لماذا تأخذون دينكم من هؤلاء الحمير لماذا لأن الحمار الكبير في النجف هو الذي نصبه لماذا تأخذون دينكم من هؤلاء الحمير وماذا يقول هذا الحمار أيضا اعرضوا لنا الفيديو الثاني حيث حيث يقول من أن فتوى السيستاني في مسألة الجهاد الكفاء هذه صدرت عن صاحب الزمان ومن أن نص الفتوى هو نص من صاحب الزمان رجاء اعرضوا لنا فيديو هذا الحمار والله يا جماعة الخير السيد قبل ثلاثة يام نزرنا والله تشوف به صدق صدق نائب الإمام صدق نائب الإمام حقيقة تجد فيه النور عنية تجد فيه الهدوء تجد فيه القيافة تجد فيه الرونقة تجد فيه البعد التقوى تجد فيه والله كثيرا ما يعني عندما تراه ولهذا احنا نستغرب عندما نجد أن كثير من الناس يقولون أن هذا السيد هو ميت هذا السيد ميت هل يستحضرون النيابة الخاصة هم يبثون هش دعاء دعايات مغرضة حتى يثقلون على عقيدة المؤمن ويبعدون عن الإمام يعرفون أن هذا الإمام هو موكل من الإمام عجل الله تعالى فرجه وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحج عجل الله عندما صدر الفتوى التي هي فتوى الجهاد الكفائي بنص من الإمام عجل الله تعالى فرجه عزيز رونق هذه الأوصاف التي وجدها في السستاني وجد فيه القيافة لا أدري من مراد من القيافة ووجد فيه الرونق هذه الكلمة لا وجود لها في لغة العرب هذا عزيز رونق هذه أوصاف السستاني القيافة الرونقة البعد التقوى ما أدري ما هو معنى البعد التقوى بعد ذلك يقول يخاطب الجمهور هذا جمهور حمير يقول لهم وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحج يبدو أنه قد كذب عليهم في الخطب السابقة من أن الإمام الحجة قد التقى بالسستاني وهو الذي أعطاه فتوى الجهاد الكفائي لأنه هكذا يقول لهم وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحج عجل الله فرج عندما صدر الفتوى أنا لا أريد أن أتحدث عن عربيته التي لا تمثل وعربية عندما صدر الفتوى التي هي فتوى الجهاد الكفائي بنص من الإمام عجل الله تعالى فرج ولك أحمار هو أساسا لا يوجد ناص من السستاني لهذه الفتوى فأين هو نص الإمام الحجة لهذه الفتوى في أي مكان وجدته يا أحمار وأنتم يا حمير كيف تصدقون هذا الكلام السستاني لم يكتب نصا لم يكتب نصا خليني أسأل في لكم السالفة خليني أسأل في لكم السالفة هذا واحد قريب جدا من المالكي هو اللي يسول يقول كنت في مكتب المالكي دق التليفون على المالكي رفع تليفونه وتحدث فهمت من خلال الحديث أن شيئا مهما قد وقع على الأرض فلما أكمل المالكي مكالمته سألته ما الذي حدث يا أبا إسراء قال داعش دخلت الموصل وجاء ينطو خبر الأوامر التي صدرت منه أن يتركوا داعش فهذا الرجل لامه قال أبو إسراء هذه مسؤولية قال لدى خليهم ينعلون والديهم يقصد عن أهل الموصل خليهم ينعلون والديهم يقدبوهم كان يفكر أنهم يدخلون الموصل وسوف يخرجون منها ولكنهم احتلوا الموصل وجرى الذي جرى وهذا ما هو بسر البرلمان العراقي شكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وحينما صدر التقرير عن ذلك التحقيق كان المالك مدانا في هذا التقرير ووصلوا إلى هذه النتيجة من أن المالك كان سببا رئيسيا في دخول داعش إلى الموصل وهذه القضية يعرفها العراقيون ويعرفها السياسيون العراقيون بشكل خاص ولم يترتب أي أثر على المالك حتى بعد أن أجري ذلك التحقيق ووصلوا إلى النتيجة الواضحة من أن المدانا في مسألة دخول داعش إلى الموصل هو المالك المالك كان يتصور أنهم يدخلون ويخرجون ولم يكن على اتفاق مع داعش قطعا لم يكن على اتفاق مع داعش لكنها عقلية سخيفة أهل الموصل حتى وإن كانوا سنة وإن كان المالك ما هو بشيعي المالك رجل قطبي والقطبيون ما هم بشيع شيعي من الجهة الاجتماعية ينتمي إلى مجتمع شيعي أما من الجهة العقائدية فإن الرجل قطبي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد طوسي قطبي ولكن حتى لو كان أهل الموصل سنة فهل هذا يعني أن نسلط القتلة عليهم أي حاكم أنت أي حاكم أي مسؤول أنت هذه أمة أكانوا من السنة أم كانوا من الشيعة في مسؤوليتك هناك اختلاف عقائدي بين السنة والشيعة بين المسلمين والمسيحيين هذا أمر آخر الحاكم 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 مسؤول مسؤول عن الجميع وعليه أن يعامل الجميع بطريقة واحدة هو مسؤول عن الجميع هكذا تعلمنا من حكومة علي أمير المؤمنين هذا هو الذي تعلمنا الخلاف العقائدي بين السنة والشيعة له مجاله أما الحكم وإدارة أمور الناس فهذا شأن آخر هذا شأن آخر الحاكم هنا أب للجميع على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع حاول أن يستخرج فتوى من السستاني المالكي عن طريق مرتضى القزويني ولكنه فشل في ذلك لأن السستاني لا يتدخل في هذه الأمور إلى أن جاء قاسم سليماني وهو يحمل فتوى الخامنئي فأقنع السستاني بأن يصدر فتوى الجهاد التي عرفت بفتوى الجهاد الكفائي أقنعه لأنه بيّن له من أن داعش على مقربة من النجف سيأتونك ويقتلونك سيأتونكم ويقتلونكم هذا هو الذي جعله يصدر الفتوى هو هو بالفعل ما أصدر فتوى وإنما أيد فتوى الخامنئي لكن فتوى الخامنئي لو أعلنت فإنها لا تؤثر في شيعة العراق شيعة العراق يلتزمون بفتاوى السستاني السياق المعروف من أن المرجع إذا أراد أن يصدر فتوى فإما أن يتحدث بنفسه ويكون كلامه مصحوبا مع فتوى مكتوبة مخطوطة أو أنه يصدر فتوى مخطوطة هذا هو السياق المعروف خصوصا حينما يكون الأمر بهذا المستوى بمستوى إعلان الجهاد لكن السستانية لم يفعل أي شيء من ذلك لهو الذي تحدث بصوته وربما لو كان يريد أن يتحدث بصوته لأخرج لنا فيديو من دون صوت وجاءونا بشخص يترجم لنا ما يقوله السستاني بإشارات لغة الخرسان حتى نستطيع أن نفهم ماذا يريد السستاني أخي يقول لأنه لا يخرج في فيديو متحدثا متكلما الفيديو الفيديوات صامتة ونحن في نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين تحف تحف ماذا ماذا نقول من تحفة إلى تحف 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 هي أتحف من التحفة الأخرى ومثل ما قلت لكم ما بين الحمير والجحوش ضاعت العروش والنقوش هذا هو واقعنا الشيعي لهم صخ الطايع حظ هذا هو الواقع الشيء فماذا نصر فقال لولده محمد رضا السستاني أنك قل لعبد المهد الكربلائي بأن يعلن فتوى الجهاد الكفاء على منبر صلاة الجمعة وكانت هناك كلمة تقرأ في صلاة الجمعة تأتي من مكتب السستاني تصدر عن محمد رضا السستاني قطعا مضامينها يعرفها السستاني الكبير فجاءت الكلمة من النجف إلى عبد المهد الكربلائي وقرأ مضمونها الذي كان يشتمل على ذكر فتوى الجهاد الكفاء من دون نص شرعي واضح ولهذا السبب شعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي بمعنى أن من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباطين وأوضح لكم ذلك أن هذه المهمة هذا الواجب الدفاع عن العراق عن شعب العراق الدفاع عن العراب الدفاع عن المقدسات واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي يعني لو تصدى له مثلا من باب المثال عشرة آلاف وتحقق الغرض لابد أن يتحقق الغرض وهو الدف شعر هؤلاء المعتدين وحفظ العراق وشعب العراق وحفظ عراب الناس وحفظ المقدسات من الهد سقط عن الباقين لو لم يتحقق الغرض لابد 11 ألف لو لم يتحقق مستعاش ألف إلا أن يتحقق الغرض لم يتحقق 20 ألف لم يتحقق 25 ألف 30 ألف وهكذا إلى أن يتحقق الغرض هذا معنى الوجوب الكفائي الذي نذكره هنا ومن هنا نلتفت أيها الأخوة ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس ما قرأه عبد المهدي الكربلاء من الورقة فهذه الورقة جاءت من مكتب السيستاني من النجف وهي تصدر من مكتب السيستاني في النجف تحت إشرافي محمد رضا السيستاني أما ما تحدث به من عند نفسه فذلك شرح وتوضيح لما جاء في الخطبة السيستانية لا يوجد هناك نص صريح بحسب السياقات المتعارفة ليس بالضرورة أن تصاغ الفتوى بصيغة محنطة معينة هنا عبد المهدي الكربلاء نقل الفتوى ولكن السياق الذي اعتاد عليه أولئك المحنطون في النجف النجف محنطة النجف متخلفة النجف متعفنة إلى أبعد الحدود هناك سياق يسيرون عليه هذا السياق ليس متوفرا لا في نص الفتوى ولا في طريقة عرضها ونشرها وهذا يكشف عن أن الفتوى لم تكن قد صدرت عن قناعة وإنما الظروف الموضوعية التي ألمت بالسيستاني من خلال ما قام به قاسم سليماني من إقناعه بأن داعش قريبة من النجف ما بين يوم وآخر يمكن أن تدخل إلى النجف وهذا الكلام كان حقيقيا لم يكن كلاما مبالغا فيه فإن داعش كانت فهذه الفتوى فهذه الفتوى إيرانية ما هي بعراقية ولا هي بسيستانية ولذا لا يوجد نصه هذا الكذاب عزيز رونقة هذا عزيز الموسوي هذا عزيز رونقة يقول من أن نص الفتوى من إمام زمان من إمام زماننا هو أين هذا الناس لا يوجد نص كلام عائم جاء في الخطبة السيستانية وشرحه عبد المهدي الكربلاء بعد سنتين بعد سنتين بعد أن وجد السيستاني أنه قد اقتنع الجميع بأن الفتوى صدرت منه وشاف بها خبزة خبزة قوية بها مصلحة فنشروا على الموقع الرسمي الألكتروني نشروا سؤالا بخصوص هذه الفتوى وجوابا رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب من الموقع الألكتروني الرسمي الشرعي للسيستاني اعرضوا لنا الصورة الأولى التي تظهر فيها الرسالة السؤال والجواب عليها من خلال صفحة الموقع الألكتروني هذه هي واعرضوا لنا الصورة القريبة كي يتسنى للمشاهدين أن يقرؤوها هذه الصورة القريبة سأخرأ عليكم ماذا جاء في السؤال والجواب رجاء اتركوا الصورة على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عام الفين واربعطعش عندما سقطت الموصل ومناطق واسعة أخرى من العراق بيد داعش دعوتم في خطبة الجمعة إلى الدفاع الكفائي ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد من المناطق وأمكن دفع المخاطر عن كثير من المدن فهل تلك الدعوة لا تزال قائمة أم أن بإمكان المتطوعين الرجوع إلى أعمالهم الاعتيادية أفتون معجورين هذا السؤال واضح هم الذين كتبوا هم الذين كتبوا لماذا لنقطتين النقطة الأولى عوام الشيعة لا يميزون بين الجهاد الكفائي والدفاع الكفائي فهذا مصطلح حوزوي دعوتم في خطبة الجمعة إلى الدفاع الكفائي عوام الشيعة لا يميزون بين هذه المصطلحات والنقطة الأخرى حينما تحدث عن المتطوعين هذه النقطة لا بد أن تلتفت إليها فإن السيستاني في خطب الجمعة وفي إعلامه لم يستعمل لم يستعمل مصطلح الحشد الشعبي الحشد المقدس لماذا؟ لأن الحشد الشعبي تابع إلى إيران الجماعة الذين التزموا بفتوى السيستاني وتوجهوا لحرب داعش وفقا لفتوى السيستاني يطلقون على تلك الجماعة المتطوعون وهذه القضية لو تتبعتموها في خطب صلاة الجمعة أو في الأسئلة والفتاوى أو في الإعلام السيستاني فإنهم لا يستعملون مصطلح الحشد الشعبي ولا يستعملون مصطلح الحشد المقدس إنهم يستعملون مصطلح المتطوع وحتى المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها المرجعية لا تقدمها إلى الحشد الشعبي وإنما تقدمها إلى المتطوعين ومن هنا فإن السؤال قد نسج في مكتب السيستاني في عام 2014 عندما سقطت الموصل ومناطق واسعة أخرى من العراق بيد داعش دعوتم في خطبة الجمعة إلى الدفاع الكفائي ومنذ ذلك اليوم تم تحرير العديد من المناطق وأمكن دفع المخاطر عن كثير من المدن فهل تلك الدعوة لا تزال قائمة أم أن بإمكان المتطوعين الرجوع إلى أعمالهم الاعتيادي أفتنا معجورين باسمه تعالى قد أفتنا إنه يريد أن يؤكد تلك الفتوى لماذا لم تتحدث بنفسك لماذا لم تصدر نصا قد أفتنا أين هو النص وأنت تلتزم بالسياقات يا أيها السيستاني قد أفتنا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوبا كفائيا للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته وهذه الفتوى لا تزال نافذة لاستمرار موجبها بالرغم من بعض التقدم الذي أحرزه المقاتلون الأبطال في دحر الإرهابيين سبعة وعشرين ربيع الأول ألف أربعمائة وسبعة وثلاثين هجري قمري علي الحسيني السيستاني مع ختمه عبد المهدي الكربلاء متى تحدث عن فتوى الدفاع الكفاء عن فتوى الجهاد الكفاء مثل ما عرفت في الإعلام أربعطاعش شعبان ألف أربعمائة وخمسة وثلاثين وهذا الكلام متى صدر بهذا التأريخ سبعة وعشرين ربيع الأول ألف أربعمائة وسبعة وثلاثين بعد سنتين بعد سنتين فإن السيستانية وجد أن الجميع يقولون من أن الفتوى صدرت منه ووجد أن كثيرا من النفع حصله في الإعلام وغير الإعلام بسبب هذه الفتوى وكانت سببا لتثبيت مرجعيته بنحو أكثر الشعراء نظموا برامج التلفزيون قالت وقالت في تمجيد السيستاني وفتوى من هنا فإنه أجاب بعد سنتين السؤال أين نص الفتوى قبل سنتين هذا الكذاب عزيز الموسوي يكذب عليكم يا أبناء سعدية الشاط ويا أبناء محافظة ديالة ويا شيعة العراق هذا الكذاب يكذب عليكم ربما تدخلون إلى موقعه وتجدون هذه الأكاذيب وتصدقونها وأنتم حاضرين حاضرين ما زال التمجيد والمدح للمرجعية ولسه يستاني تصدقون كل شي بس لو كان الكلام عن أهل البيت تشككون فيه من طيح الله أحظكم هذا اللي يضحك عليكم ويذكر لكم أوصاف المرجعية أوصاف المرجع القيافة الرونقة البعد التقوى رجاء أعيدوا لنا فيديو عزيز رونقة والله يا جماعة الخير السيد قبل ثلاثة فيها من زرنا والله تشوف به صدق صدق نائب الإمام صدق نائب الإمام حقيقة تجد فيه النورانية تجد فيه الهدوء تجد فيه القيافة تجد فيه الرونقة تجد فيه البعد التقوى تجد فيه والله كثيرا ما يعني عندما تراه ولهذا نستغرب عندما نجد أن كثير من الناس يقولون أن هذا السيد هو ميت هذا السيد ميت هل يشدعون بأنه موجود عجيب هذا شيء هو هاي الشبهات هذول اللي يستحضرون النيابة الخاصة هم هذول يبثون هش دعاء يبثون هش دعاء دعايات مغرضة حتى يثقلون على عقيدة المؤمن ويبعدون عن الإمام يعرفون أن هذا الإمام هو موكل من الإمام عجل الله تعالى فرجه وتعرفون ما جرى بينه وبين الإمام الحج عجل الله عندما صدر الفتوى التي هي فتوى الجهاد الكفائي بنص من الإمام عجل الله تعالى فرجه صدقوني من يسمعون هذا الكلام يطربون عليه أتحدث عن المرجعية في النجر لو أن محمد رضا السستاني يسمع هذا الكلام يطرب على هذا الكلام ولا يعبؤون بهذه الأكاذيب المهم أن لا تتناوله قناة القمر فلتنتشر الأكاذيب ليس مهما أن يبنى دين الشيعة على ضلالة أو جهالة المهم أن تبقى السلطة بعيده إنها السلطة الدينية والدنيوية المرجعية ما هي بسلطة دينية فقط إنها سلطة دنيوية في الحقيقة ولكنها تلبس بثياب دينية أنا أقول أنا أقول الشيعة في محافظة ديالة إذا ملتزمهم خالد الدراجي من هذه الصفحة ومن الصفحة الثانية ملتزمهم عزيز رونق ومن الثالثة سيستاني ثالث ومن الرابعة سيستاني رابع وهكذا زين هذا الشيعي شنون راح يطلع شنون راح يطلع هذا راح يطلع بحسب تصوري سوف يكون حمارا ولكن تصنيعه يكون تصنيعا معادا يعني شلون يعني راسه هو مطي هو مطي مطي احنا من التفقيل بس راسه يصير عندي المؤخرة وذياله يصير يم رقبته إذا أنا يظل امشالباته برقبت عيونه يم مؤخرته هسه هذا شنون راح يمشي شنون راح يفتهين بعدان ما أدري بس إذا استلموا ذوله خالد الدراجي من صفحة وعزيز رونق من صفحة والبقية على هالرنة اطحين اش ناعم اشنون راح يطلع الشيحي راح يطلع مطي لكنه قد أعيد تصنيعه اشتركوا في القناة